ده معد موجز الأهم الأخبار مع منا تفضل يمن شكرا ليك شازلي أثمن صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم أعرب الرئيس السيسي عن شكره لأبطال مسلسلي الاختيار والعائدون مشددا على أن ما قدموه هو عمل كبير لصالح أبطال وشهداء ضحه من أجل مصر وفي مداخلة خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك أكد الرئيس السيسي أن التاريخ لا يمكن تزيفه أو تشويه لافتا إلى أن ما عرض في مسلسل الاختيار قليل جدا أمام ما بذل من جهد في أصعب الأوقات وما زال يقدم وطالب الرئيس السيسي المصريين بالمحافظة على البلاد من أهل الشر وكشف الرئيس السيسي خلال كلمته عن تعرض الجيش لثلاثة تهديدات مباشرة بالتخريب من جماعة الإخوان تعهدت بريطانيا بمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية تبلغ 375 مليون دولار تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المساعدات ستشمل أيضا مناظيرا للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤوليين المدنيين أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية وأضف بوريل أنه يجري العمل على إعداد اقتراحات تتيح الحد من واردات الطاقة من روسيا ولا سيما النفط أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي موافقة حكومته على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار دولار وذرك لحماية الشركات والأسر من الآثار الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد دراجي أن الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية في إيطاليا هذا العام وستمول جزئيا عن طريق زيادة ضريبية تفرض لمرة واحدة على شركات الطاقة أكدت ممثلة التجارة الأمريكية كاترين تاي أن جميع الأدوات متاحة لتصدي الارتفاع التضخم ومنها خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية وشددت ممثلة التجارة الأمريكية على أن أي أدوات ستستخدم لمعالجة التضخم ينبغي أن لا تقود الأهداف المتوسطة المدى لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة أعلنت لجنة التصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 6074 إصابة جديدة بفيروس كورونا من ضمنها 384 حالة ظهرت عليها أعراض لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في الصين إلى 217 836 حالة وأشرت اللجنة في بيانها اليومي إلى تسجيل 20 وفاة جديدة جميعها في شنغهاي لتصل الحصيلة الكلية للوفيات إلى 5112 حالة ورياضيا فاز مانشستر يونيتد على ضيفه بريندفورد بثلاثية نظيفة في المبارلات التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافرد ضمن لقاءة الجولة الخامثة والثلاثين من الدور الإنجليزي وسجل ثلاثية اليونيتد كولم من برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو ورافاييل فاران وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونيتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيده بريندفورد عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر ختم مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل